ما فيه شك وانت تتطفق معي ان طموحاتنا دلوقتي او طموحات جمهيري النادي الاهلي انك في كل بطولة بتحاول تقود استيب قدامه وانت على سبيل الطموحات يعني اكيد فريق تشيلسي فريقك ونتمنى نقابله في المباراة النهائية وده يمكن القرعة قدامنا قدام السادة المشاهدين اوفلان سيتي طبعا امام الجزيرة الاماراتي النادي الاهلي امام مونتيري المكسيكي والهلال السعودي امام الفائز من المباراة الاولى بالميراس حيقابل ان شاء الله الفائز من مباراة النادي الاهلي ومونتيري وتشيلسي طبعا حيقابل الفائز من المباراة مباراة الهلال السعودي والفائز من المباراة الاولى اللي هي الجزيرة واوكلاند سيتي زي ما انت بتقول ياهب ان شاء الله الطريق مش صعب للوصول المباراة النهائية بشرط التركيز نتكلم على فريق بحجم طبعا مونتيري وانت عارف الكرة المكسيكية يعني الكرة المكسيكية كمان يمكن أنا يمكن لعبت هناك في كاس العالم للقرارات أمام منتخب المكسيك قريبين مننا شوية تعتمد على الصرعة شوية على المهارة بشكل كبير زي ما بقول عندهم أناصر وكمان عندهم مدير فني عنده فكرة كبيرة عن القرى المصرية حرك واجهتهما professionally said where I publish my تتميز على السرعة بيمتلكوا المهارات بيمتلكوا القوة يعني دي كمان حتى الكرة اللي هي القرة القوية صحيح القوة اللي بنقابلها في كرة أفريقية وفي بعض دول القرى الأوروبية اللي هي القوة القوية جدا فهم مزيج من كل المدارس دي فهي بتعتبر المدارسة مميزة جدا عندهم مهارات عندهم قوة عندهم سرعات فبيبوا متأبين جدا احنا بنشوف منتخب المكسيك دايما في كاس العالم أحد المنتخبات المميزة واللي بتقطع مشاوير كبيرة في البطولات غالبا في كاس العالم ممكن نلاقي في دور بيتأهل لدور الستاشر وساعات كتير لدور التمانية ليه؟ لأنهم عندهم المزيج ده اللي بيقدروا بيكسبوا أي منافس فلازم النادي الأهلي يقبع على قدر المباردي هنيقبع على قدر المباردي في ظل المواعيد دي استحالة أنا إزاي هقابل المنتيري مثلا لو بمسكنا الفرقة هبدأ من تحت محمد الشناوي منتخب مصر أيمن أشرف منتخب مصر أشرف باكل يمين عندنا أكرم منتخب مصر نص الملعب بالكامل منتخب مصر حتى على مستوى الأجانب أنا لسه أجل فيهم السلية وحمد فتحي وقفشة قدام محمد شريك القوامل مش القوامل ده الفرقة كلها طيب مين اللي بقى في الفرقة دول؟ مجموعة الأجانب اللي بيكملوا التشكيلة علي معلول وبدر بنون وآليو ديانج وبرسي تاو كلهم عناصر أساسية في منتخبات بلادهم بسنا بيرسي طبعا عدم تاهل جنوب أفريقيا ولكن برضو كلها عناصر دولية فأنا هقابلهم زي إلا إذا كنت ألعب بفريق الشباب ومش ممكن أو بالفريق الريديف زي ما بقوله مش ممكن فريق يقدر ينافس في كاس العالم من الأندية مع أبطال قرات العالم دول اسمهم أبطال قرات العالم صحيح مش أقدر أم أواجههم باللعبين البودلاء والشباب يعني لازم لازم قوتي عشان أنا بنافس فطولة دولية فطولة دولية بمثل فيها مصر أولا بمثل فيها القرى الأفريقية كلها ولذلك زي ما أنت قلت يا كابتن لازم الاتحاد الأفريقي يا بليه وقفة لازم الكاف يتكلم في القصة دي وفريق ده بيمثلك بيمثلك قدام أبطال العالم صحيح بيقول أن الكرة الأفريقية وصلت قد إيه الكرة الأفريقية مكانها فين على خريطة العالمية القروية صحيح فلازم الكاف يتخذ موقف ولازم يحل المشكلة دي أكيد شكرا